اعتقد وضحنا لكم في بداية مهم جدا تفهموا منها ان احنا كلامنا هيكون بالادلة بالتاريخ لان في حالتين يا البعض يجهل فنعلمه يا اما البعض عارف وزي ما اسامة قالها بيضلل وهنا مسئوليتنا في قناة النادي لقالي ان احنا نكشف للجميع تضليله يمكن يا اسامة زي ما انت قلت لو هو جاب صف او هو وضع صف يحاول يرتقي ويقترب من منزلة النادي الاهلي شوية وان كان ذا صعب جدا هو صعب جدا وسيظل على يسار النادي الاهلي دائما لانه عنده مشكلة في الانحياز التأكيد هنتكلم عنها كتير ولكن النادي الاهلي خلاص اللجنة القانونية النهاردة في بيان صدر بصدد شكوى احد الاعلاميين الذين او الذين تطاول على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي وتشبير شعار للنادي الاهلي ان هو شعار نازي عن جهل متعمد فبالتالي بكرا ان شاء الله فيه منقشة لمجلس ادارة النادي الاهلي بناء على توصية اللجنة القانونية اللي اجتمعت النهاردة لشكوى هذا الاعلامي اللي تطاول على جماهير النادي الاهلي اعتقد ده رد واضح جدا من مجلس ادارة النادي الاهلي ومن اللجنة القانونية في النادي الاهلي لان بالتأكيد لابد ان اللجنة القانونية ومجلس ادارة النادي الاهلي زي ما احنا حرصين في اعلام النادي الاهلي إننا لا نفرت أبدا في حق جماهير النادي الآلي بالتأكيد مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أشد حرصا على غضب جماهير النادي الآلي وسيتصدى لأي إساءة يتعرض لها جماهير النادي الآلي وهنا رسالة للسادة المسؤولين هنا رسالة للسادة المسؤولين لغاية إمتى هتفضل التجاوزات في حق النادي الآلي وجماهيره الأمر أصبح ممنهج بشكل غير طبيعي وغير مقبول ومتتالي في فترة زمنية قليلة جدا احنا هنا كتير جدا بل طول الوقت بنكون رد فعل لأمتى سنظل رد فعل لأمتى سيظل الغضب المكتوم عند جماهير النادي الآلي تجاه هذه الممارسات اللي بتصدر عن البعض الغير مسؤول لابد من حساب لابد من حساب وبنكررها كان تاني مرة وتالت مرة للسادة المسؤولين قوموا بدوركم تجاه من يتجاوز ومن يخرج عن النص ومن يشعل الفتن مين اللي بيشعل الفتن حاليا دايما بيتم اتهام بعض الرياضيين وبعض اعلام قناة فقوية معينة بيشعل الفتن هنا في قناة النادي الآلي دايما رد فعل ولكن من يشعل الفتن دائما من يأتي من خارج قناة النادي الآلي فدي رسالة للمسؤولين نرجو انهم يستمعوا عليها ونرجو انهم يقوموا بدورهم لان بمنتهى الامانة فضل كيل تماما اشتركوا في القناة